أهلا بكم أنا الدكتور حاتم العيشي أستاذ الأمراض الروماتزمية بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية ودي قناتي قناة دكتور حاتم العيشي على اليوتيوب بنقدم فيديوهات عن الأمراض الروماتزمية المختلفة عن طرق تشخيصها وطرق علاجها احنا لسا نكملين مع بعض فيديوهاتنا عن التخزية وعلاقتها بالأمراض الروماتزمية المناعية ومعنا الدكتور شريف طاها أخصاء التخزية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتخزية أهلا دكتور شريف احنا نتحدث دكتور حاتف محلن سهزة احباد اه اتكلمنا عن الممنوعات في مرضى الروماتويد اتكلمنا عنه منع الجلوتين والنهارده هنتكلم على نظام الكيتو وعلاقته بالامراض الروماتزمية المنعية اه دكتور شريف واحنا بنسخن كده نعرف ايه هو الكيتو هو بدي يبقى له سنين كتير يعني هو مشهور بقى له سنين قليلة انا برضو اعاد تذاكر برضو قبل ما نتقابل وعارف إنه بدأ قبل كده عشان الصرع وكدهوت وليه قصة كدهوت نبدأ نحن نعرفه هو الحقيقة الكيتو دايت ما بدأش من وقت قريب زي ما الناس فكرها إحنا تقريبا من 100 سنة في عشرينيات القارن الماضي بدأ استخدامه لمرضى التشنجات والصرع وكانوا أطفال على فكرة يعني وبعد كده تم تعميمه كمان للأدلت أو للكبار تمام في الأوان الأخيرة بقى بدأنا نستخدم الكيتو لأسباب أخرى التكوينة الرئيسية للكيتو هو أحد أفراد عائلة اللو كارب دايت يعني الحميات منخفضة السكريات أو النشويات فهو مش غريب يعني هو من العيلة الفكرة بتاعت الستاندرد كيتو أو الكيتو النمطي اللي بيستخدم لحالات الصرع أو الكونفولجنز أو التشنجات إن إحنا بنغير النسب الخاصة بالمايكروز أو المكونات الرئيسية للطعام 70% في حدود 60-70% من الهالثي فات أو الدهون الصحية وحوالي 5-10% كاربس أو كاربوهايدريتس أو نشويات والباقي بيبقى بروتين في حدود 20-25% هو ده بس الاختلاف عن الأكل الطبيعي من وجهة نظر ناس كتير إن إحنا غيرنا النسب النسب دي هل هي ثابتة؟ لا ده في نوع معين اللي هو الستاندرد كيتو اللي بيستخدم لحالات التشنج والصرع إنما هو طبعا أنا معلوماتي لما بردو كنت بقعد أعمل قريتي إن هو الكيتو ده مش حاجة واحدة الكيتو ده كذا حاجة تفصيل وأكيد طبعا كل واحد طب هو إيه الأنواع الرئاسية بتاعت الكيتو؟ والله النوع الأول الستاندرد نقول له اللي هو المتعرف عن النمط في بعض الرياضيين مثلا يعني الزاد بيعملوا حاجة اسمال سايكل الكيتو يعني إيه سايكل الكيتو دوري يعني مثلا في الأسبوع هو يتمرن تمرنتين في الأسبوع بيمشي خمسة أيام اللي فهمش تمرين مثلا كيتو دايت وفي يومين التمرين أو الإيفانت الرياضي اللي هو محتاج فيه مصدر طاقة سريع بياخد كورس وهي نشطة بمناسبة الرياضيين أو الخمسة عشرة في المية دي نشويات هل هي دي تافي بالغرض لو واحد بلعب رياضة كل يوم أو يوم بعد يوم إن هو يبقى عنده اللي هو مخزون الجلايكوش اللي هو اللي في العضلة هل دي تكفي؟ الحقيقة لو هو بيلعب رياضة بشكل احترافي يعني إليت أثليتر محترف يلعب بمبالغ يعني هو هيبقى محتاج أو المصدر الأولي للطاقة لأن ما فيش وقت لكن إحنا رايحين الجام إحنا رايحين نلعب رياضة عادي فلا طبعا أنا مش محتاج لكاربز حاجة وده بيدخلنا في موضوع كبير جدا اللي هو الميتابوليك فليكسابيليتي مرونة الأيد أنا هشتغل فات ولا كمصدر طاقة دهون مصدر طاقة دهون ولا كاربوهايدريتز أنا شغال بنزين ولا غاز ولا الاتنين ها فهمت يعني حسب هو طبيعة مشاته إيه يعني واحد بطل رياضي زاهي يعتمد عن الشباب طيب وإحنا بقى المرضى بتوعنا بقى هو صميم الموضوع بتاعنا الأمراض الناس اللي عندها الأمراض الالتهابية مريض روماتويد وضع إيه مع الكيتو إحنا بالنسبة لنا برضو أذكرك بالنقطة اللي قلتلك عليها كان إحنا فايدتنا اللي إحنا فاهمنها إن هو بدل وزنه نزل من نظام الكيتو فطبعا إحنا بناخد بنجني ثمار كبيرة جدا لنزول الوزن لأن أنت الحالة الالتهابية في الجسم الاستجابتك للأدوية لا تتخيل ده فيه ناس بيستجيب الأدوية زي السحر مجرد أنه وزنه يشيل منه عشرين تلاتين كيلو لو كان وزنه زيادة هنا بقى فايد إيه خارج إطار معلوماتي أنا كطبيب روماتيزم إيه لزيادة اللي ممكن يحصل لمريض التهاب طبعا الكيتو دايت الحمية الكيتونية زي ما قلنا إنها بتقلل الحالة الالتهابية في الجسم دي نمرة واحد ده الاعتماد على الدهون دي يعمل كده آه طبعا الدهون دي طاقة صديقة للبيئة نظيفة لأن مخرجات الأيد اللي في الكيتو دايت أقل أكسادة عن النشويات فبالتالي الحالة الالتهابية وأنا عامل كيتو تبقى أقل بكتير من وانا عامل أي صنف تاني من أصناف أو أنواع الدايت إيه تاني بقى إيه تاني بقى زي ما حاجة تفضلت وقلت إن طالما أنا ماشي كيتو فأنا بدأت أستهلك من مخزون الدهون الزائد في جسمي لو أنا زايد في الوزن أحرق فهبدأ أحرق أنا عملي ما أحرق الدهون طول ما أنا باكل كاربز بس عشان نبقى متفقين طول ما أنا باكل النشويات مش هحرق الدهون آه فأنا دلوقتي بقيت أستهلك الدهون إلا إحنا ما نخزنش حاجة على فكرة كالدهون تمام آه ما بنخزنش النشويات مخزون الطاقة في جسمنا دهون عشان أبدأ أحرق منها وأغلب حالتنا بيبوزنها زايد صح؟ يعني عدد خمسين في المية حتى يعني فمحتاجين ينزلوا في الوزن عشان حالتهم تتحسن حاجة فضلت وقلت لما نزلوا في الوزن حالتهم تحسنت استجابتهم للعلاج ليه؟ لأن الخلايا الدهنية الكتير وهم زايدين في الوزن الخلايا الدهنية دي انفلاماتوريسال الخلايا التهابية بتفرز فوق الخمسة واربعين لخمسين مادة التهابية في الجسم أنا لما نزلت وفضيت كل المواد الالتهابية دي من الجسم فحالة مرضى الروماتويد تحسنت بشكل كبير تمام تمام ده كمان الحاجة الثانية الزريفة إن المريض الروماتويد لما بينزل وزنه هو تكلف علاجه بتقلي لأن في بعض الأدوية اللي مربوطة بالوزن يعني في أدوية معاناة في أدوية محليل معاناة في أدوية بيولوجية معاناة مربوطة بوزن المريض فالتكلفة بتقلي كتير كمانا طب إحنا لو مريض هو طبعا إحنا ما ننصحش حد إن هو يروح يبدأ كيتو لوحده ولا يبدأ حمي أي إن كانت الحمي ولا جلوتن لوحده لازم يبقى فيه إشراف ولازم طبيب تغذية متخصص هو القدرة الموضوع مش حكاية تعرفت أسامي الأكلات وخلاص لازم يشوف إيه المناسب ليك لكن لو مريض نقول أسامي حاجات عامة لنظام الكتابة طبعا لما نتكلم عن دهون أكيد الدهون أنواع فيه دهون حلوة وفيه دهون مش حلوة وحاجات زي كده خطوط عريضة إيه الدهون نبدأ باللي مش حلوة عشان نتخرها بعيد من الأول اللي مش حلوة طبعا لو تفتكرونا في الحلقة السابقة الزيوت المكررة أو الدهون المكررة اللي هو زيوت الدرة زيت عبد الشمس زيت السوية والكلام ده كله كل ما هو زيوت مهدرجة مكررة طبعا ما أنتك قايل زيت النخيل؟ لا ده نستبعده تماما طب إيه هي الفات أو الدهون الصحية اللي معانا في الكيتو؟ طبعا زيت الزيتون البكر الممتاز زيت جوز الهند الأوميجا ثري اللي هي خطيرة جدا في حالتنا عموما لأنها أقوى مضاد التهاب غذائي ممكن نتناوله موجود في الأسماك دون الأسماك الأسماك الدونية مكرال كل الأسماك اللي هي في البحر الحر تمام دي غنية جدا بالأوميجا ثري ومنتجات الألبان تماما يعني الحقيقة منتجات الألبان هي بتبقى برضو ممكن تبقى فورتيفايت يعني مدعمة مدعمة بفايتامين دي مدعمة بالكالسيوم وفي بعض منتجات الألبان مدعمة بأوميجا ثري على فكرة يعني لكن دهون اللي هي منتجات الأبان نفسها دهون حيوانية اه بالزبط الدلق أصده احنا لو كلمنا على الدهون الحيوانية طالما أنا وافق من المصدر سواء الدولين الحيوانية دي بقى في لحوم في دجاج في سمك في منتجات الألبان لو السورس مش عايزة أقول أورجانيك بس آكل عشب اه بس دي حاجة بقى بس في حاجة بتجد في المطعم دلوقتي كذا اه ده صحيح بيبقى مكتوب كده نأمل ان هو يكون كده اه فاني لكن المثلا الأجبان الأشتاب يعني مثلا الأشتاب أنا مثلا أنا بحب أجيب اللبن وأغليه اللبن الطبيعي أغليه والأشتاب دي بحبها جدا أنا شغال أن تمام كده اه طبعا على الطريق على الطريق كيتو طبعا طبعا في حاجة تانية حاجات كبيرة مثال احنا خلصنا الأسامة الكبيرة للنظام بتاع الكيتو كده هو المضمون العام للكيتو دايت بس ان احنا قللنا قوي نشويات نشويات تمام فبالتالي بقى عندنا مساحة تانية من البروتينات والدهون الصحية اللي ممكن نتحرك فيها تمام واخد بالحضرتك بس الكيتو أنواع أصل فيه ناس بتوسيء استخدام الكيتو دايت وتقول ما عمليش ما فدنيش فيه مصطلح مش لطيف اسمه الديرتي كيتو ما أنا من جوه مسموحات الكيتو مثلا اللانشون الكولد كاتس اللي هو المصنعة يعني هكذا كلام بقى مختلف غير نية بقى في الكيتو نية ما هيش ممنوع اه هي ممنوع في الكيتو كمان انفلاماتوري بقى اه اه اوكي بسبب ايه انفلاماتوري اه مصم لحوم مصنعة كم في المية منها بيف تمام البهارات والبهارات والأعشاب المضاد الالتهاب ودمج الحميات الغذائية اللي عشان ننصل على سنتيك عشان يبقى عندنا اه بالزبط الملخص المفيد لمريض روماتويد اشكركم وشوفكم في الفيديو ان شاء الله شكرا